أهلا وسهلا بحضراتكم في المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم معكم حنانوح مدرب معتمد للمنصة الرسمية للوزارة النهاردة هنتكلم عن نافذة اللغة العربية محضرتنا النهاردة بتشتمل على هدفين الهدف الأول كيف تدعم نافذة اللغة العربية أهداف المنظومة الجديدة الهدف الثاني كيفية تعلم نافذة اللغة العربية هنبدأ محضرتنا النهاردة بسؤال برأيكم كيف سيساعد تطوير مهارة اللغة العربية في تحقيق أهداف رؤية التعليم توينت زيرو؟ طبعا كلنا عارفين أن من أهداف المنظومة الجديدة تكوين شخصية مواطن يعتزي بتراثه ووطنه يتمسك بقيمه يسعى ليتنافس محليا وعالميا عندنا في نافذة اللغة العربية وكتاب اكتشف هناك ترابط بين النافذتين تعالوا فينا دلوقتي نستكشف نافذة اللغة العربية ونتعلم كيف نتعلمها من خلال كتاب دليل المعلم دليل المعلم مثل الكشافة الذي يوزيح الظلام من خلال دليل المعلم هنقدر نفهم كتاب تواصل بيتكون من ايه؟ كتاب تواصل بيتكون من أربع محاول محورين في الفصل الدراسي الأول ومحورين في الفصل الدراسي الثاني كل محور بيتكون من موضوعين كل موضوع بيتكون من عدة عناصر وكل موضوع بيبدأ بالقصة المشتركة القصة المشتركة يقرأها المعلم للتلاميذ ويتعلم التلميذ من خلالها مجموعة من المهارات الحياتية القصة المشتركة بتعبر وبتدينا الفكرة الأساسية عن المحور ككل القصة المشتركة من خلالها المعلم بيستنتج أو بيحدد الكلمات الشائعة التي يجب على التلميذ معرفتها ويتم تسجيلها في بطاقات مؤزات ألوان جذابة وبخط واضح وتعلق في جدار الكلمات ويتم تقديم الحرف من خلال مجموعة من الأنشطة والاستراتيجيات التي تساعد في تنفيذ والتأكيد على التكامل بالمعارات اللغة العربية تحدث كراءة استماع كتابة لوحة الفصول الأربعة لوحة الفصول الأربعة مهمة جدا 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 في تكوين صورة زهنية ليد التلميذ عن شكله صوت الحرف ويتيج على شكل رحلة الحرف خلال الفصول الأربعة فمثلا في فصل الصيف يذهب الحرف إلى الشاطئ مرتديا قبعته تتمثل حركة الفتح وفي فصل الشتاء يركب الحرف زلاجته صائحا بصوت الكس وفي فصل الربيع يسكن الحرف ليتمتع ويستمتع برائحة الزهور والطبيعة وهنا يتمثل حركة السكون وفي فصل الخريف يلعب الحرف بطائرته الورقية ممثلة في حركة الضم بعدين هننتقل لجدار الكلمات اللي بتتمثل فيه الكلمات الشائعة اللي خدناها من القصة المشتركة كمان جدار الكلمات ده يعتبر بمثابة بنك كلمات للتلميس ويكتب في بطاقات ملونة وجذابة لجذب انتباه التلميس وتوضع في رقنا اللغة العربية داخل الفصل ثم نلتقل للتقييم التكويني التقييم التكويني هو تقييم بناء مستمر يأتي في نهاية الموضوع على شكل هنلاقيهم في صفحتين ومن تحت اسم نشاط لاحظ وتعلم وبيكون مرسوم عليه مقص ومطلوب من الطالب ان هو يحل الصفحتين والمعلم يقص الصفحتين دولة وشلهم داخل ملف للتلميس التقييم التكويني بيقيس مدى استيعاب وفهم التلميس لمدرسهم ثم تأتي القصص الموجهة القصة الموجهة بتكون متكونة من جمل بسيطة جدا ومقاطع صوتية يستطيع التلميس كراءاتها بنفسه هننتقل هنا للمحور الاول من اكون من اكون بيتكون من موضوعين انا مميز واسرتي لو بصينا هنا بيتم تناول الحروف في المنظومة الجديدة بشكل غير الطريقة المعتادة غير الطريقة الهجائية الف ميم با فا نون ايه سبب تناول نافذة اللغة العربية للحروف بالطريقة الغير معتادة والترتيب الأبجادي والهجائي اللي احنا معتدين عليه هنقدر نجاوب على السؤال ده من خلال الشريحة اللي جاية الشريحة هنا بتقول لي ان احنا في المنظومة الجديدة قدرنا نستخدم من الحروف والكلمات الأقصر شيوعا والمفارضات اللي ده التلميس المفارضات اللي بيستخدمها التلميس منذ الصغر الأقصر شيوعا البدء بالوعي الصوتي كأحد أساسيات بداية القراءة ونطع كل ما هو مكتوب تتيح للتلميس التمييز بين الكلمات الغير مألوفة ومقارنتها مع ما يعرفون يمكن ذلك من التنبؤ بقدرة التلميس على فك رموز الحروف والكلمات والنصوص المساعدة في تكوين مقاطع صوتية ودمجها لتكوين كلمات يستطيع التلميس كراءتها بسرعة وتتابع يبه هنا هو جواب لي على السؤال ليه إحنا في المنظومة الجديدة تناولنا الحروف بشكل غير معتاد أو بشكل ترتيبها بالطريقة الهجائية ليه ترتبت بالشكل المختلف ده وإنه هو اعتمد على الكلمات والحروف الأقصر شيوعا في حياة التلميس هنا في الشريحة دي بيبين لي وبيوصف لي الطريقة اللي بقدم بها الحرف أنا كمعلم إزاي هقدم الحرف عندي من خلال الحصص بتاعتي هشرح الحرف إزاي هبدأ بإيه كم مرحلة همر بيها أنا بابدأ بالتهيئة ثم التنفيذ ثم التقييم التهيئة دي عبارة عن إيه التهيئة هي التمهيد طيب بابدأ إزاي التمهيد ده أول حاجة باكتب صوت باكتب شكل الحرف في بطاعم لو أنا جذاب اللي جاسب انتباهي التلميس وممكن كمان في البداية أو في التهيئة أكتب الحرف وارسمه على الهواء وابتدأ أمثله مع الأولاد واطلب منهم أن هما كمان يرسموا الحرف إزاي على الهواء ونعرف اتجاه وإزاي أرسم الحرف بطريقة صحيحة طيب دي بداية في التمهيد طيب إيه كمان ممكن أعمله في التمهيد قصة الحرف قصة الحرف بتلمي تقديمها بشكل شيء جدا وجميل وبتكون القصة موجودة داخل دليل المعلم هنا دي طريقة التهيئة اللي احنا بنسميها التمهيد هنبدأ في المرحلة الثانية اللي ألا وهي التنفيذ التنفيذ بتكون من مجموعة أنشطة قد تصل لستة أنشطة وفيها بقدم فيها الحرف من خلال مجموعة من الأنشطة كل نشاط لهدف محدد سواء كان الهدف ده من أمي وعي بصري أو وعي صوتي أو القدرة على الكتابة أو القدرة على الكراءة أنشطة كلها مهمة ولها أهداف محددة ما ينفعش أنا من النفس آآ ما نفس نشاط أو آآ أطلب من الأولاد إن هم ينفزوه في البيت لوحدهم لا لازم أتأكد إن أنا نفست النشاط مع أولادي داخل الفصل لأننا علشان أتحقق من وصول الهدف اللي هو المهارة المعينة المطلوبة من النشاط ده هندخل بعد كده للمرحلة الثالثة وهي مرحلة التقييم مرحلة التقييم بيتم فيها قياس ما تعلمه للتلميذ وما استوعبه مرحلة التقييم بيتم تقديم فيها مجموعة من الأنشطة الترفعية لجذب انتباعي التلميذ هنا في الشريحة عندي بيقول لي إن كل نشاط بينمي مهارة معينة من مهارات اللغة العربية في نشاط ممكن يكون بينمي مهارة الوعي الصوتي في نشاط ممكن بيكون بينمي الوعي البصري أو القدرة على الكتابة عندي في النشاط الأدامي دلوقتي بيقول لي يحدد العلاقة بين شكل الحرف وصوته يبا هنا بينمي مهارة ايه؟ الوعي الصوتي ده النشاط الأولان ندخل على النشاط الثاني بيقول لي يميز شكل الحرف بين الحروف النشاط ده بينمي الوعي البصري النشاط الثالث يميز الحرقات القصيرة أنا بطلب منه انطقل بصوت الحرف اللي موجود قدامك سواء كان بالفتح بالضم بالكسر بالسكون في النشاط ده التلميز فيه بنمي مهارة الوعي الصوتي بخلي بالنا يا أساد ده ان كل نشاط ليه هدف معين وبينمي مهارة معينة من مهارات اللغة العربية لازم اأكد عليها ولازم اتأكد ان التلميز وصل لمرحلة الفهم والاستعاب للنشاط اللي أنا بحله معاه احنا قلنا خلف كل حرفة في ستة أنشطة كل النشاط ليه هدف معين تعالوا نشوف الهدف الرابع بيكون هدفه ايه؟ بيقول لي يحدد أصوات الكلمات المنطوقة طبعا من خلال النشاط ده بنمي مهارة الوعي الصوتي هنيجي بعد كده بيقول لي يكتب حروف عربية طالما كلمة يكتب بالقدرة على الكتابة طالما قلنا يكتب بالقدرة على الكتابة هنيجي للنشاط السادس والأخير لأميز كتابة أصوات الحروف في الكلمات المنطوقة هنا عندي بنمي مهارتين مهارة الكتابة والوعي الصوتي يبقى أمام الشرط عندي أن يكتب النشاط بنمي مهارة واحدة لأ ده فيه أنشطة ممكن تنمي مهارتين من مهارات اللغة العربية هننتقل بعد كده إزاي بيحتاج داخل كتاب تواصل تكامل في مهارات اللغة العربية لو بصنا للشريحة اللي قدامي هنا هنلاقي عندي المنتج النهائي اللي هو موضوع التعبير اللي أنا بيوصل فيه في نهاية كل موضوع اللي هي كتابة سيرة ذاتية المنتج النهائي اللي بيكون في نهاية كل موضوع اللي الطالب هنا في الموضوع التعبير اللي قدامي بيكتب سيرة ذاتية بيعبر عن نفسه بيتكلم عن نفسه بيكتب قدر يكتب هنا أنا بوصل في الشريحة دي بتتحقق أكثر من مهارة عندي إن هو هيتكلم عن نفسه تحدث عندي إن هو هيكتب كمان هو مين يعني مهاراته وهوياته اسمه عنوانه داخل السيرة الزاتية يبقى أنا من خلال المنتج النهائي اللي هو في موضوع التعبير بقدر أتحقق من تكامل مهارات اللغة العربية استماع تحدث قراءة كتابة تمام داخل الأنشطة اللي بيحلها التلميذ داخل كتاب تواصل هلاقي هناك فيه تكامل في كل مهارات اللغة العربية سواء كانت كتابة أو وعي صوتي أو وعي بصري أو القدرة على القراءة فيه تكامل عندي مهارة الاستماع أنا بنميها من خلال القصة المشتركة زي ما تكلمنا في أول الموضوع وقلت لكم أن القصة المشتركة المعلم بيقوم بقراءتها للتلميذ لتنمية مهارة الاستماع وبعدين بطلب من التلميذ أنه هو يتحدث ويتكلم عن نفسه في المحور الأول كل الأنشطة اللي فيه اللي هو من أكون كله بيتكلم عن بيئته وعن أسرته وعن نفسه بطلب منه كتابة مقاطع صوتية بسيطة لتعلمها من خلال الأنشطة اللي بنقدمها للحرف ويقرأها من خلال الأنشطة اللي موجودة داخل كتاب تواصل هناك تكامل بين مهارات اللغة العربية وقد يكون النشاط بينامي مهارة واحدة أو أكثر من مهارة يعني فيه أنشطة هللقيها بتنامي مهارة الاستماع والتحدث مع بعض وفيه نشاط هللقيه بينمي مهارة القراءة والكتابة مع بعض تعالوا نشوف الأنشطة دي موجودة فين في كتاب تواصل بيقولي هنا في النشاط اللي قدامي ده ده بفيه تكامل بين مهارة الاستماع والتحدث أنا مطلوب مني كمدرس أقرأ هنا الكلمات للتلميس وأطلب من أولادي في الفصل أن كل واحد فيهم يقولي صوت الحرف عندي كل كلمة بنطقه إزاي يبقى هنا هو سمع وتكلم مهارة الاستماع ومهارة التحدث هناك نشاط طبعاً أنا عندي في القصة الموجهة هي نازرع أنا من خلال القصة الموجهة هو الطالب بيقرأ بنفسه بتكون مكونة من جمل بسيطة طب هي في القصة الموجهة هي نازرع بيتكلم فيها عن إيه؟ بيتكلم فيها عن مراحل الزراعة يبقى هو الطالب هنا قدر يقرأ خطوات الزراعة بعد أنا شوية بدي أقدم له نشاط بأطلب منه أنه يكتب لي خطوات الزراعة اللي هو كان لسه قام بقرائتها في القصة الموجهة يبقى من خلال النشاط ده أنا بقدر أنمي مهارة القراءة والكتابة لو إحنا تأمننا في كل الشرايح اللي إحنا مرينا بها دلوقتي هلاقي إن فيه تكامل بين مهارات اللغة العربية من استماع وقراءة وتحدث وكتابة هناك تكامل بين المهارات وبدأ بنوصل ليه من خلال منوحنا بننفذ الأنشطة اللي موجودة داخل كتاب تواصل طبعاً زي ما إحنا تكلمنا وقلنا إن التعبير هو المنتج النهائي في نهاية كل موضوع هنا الطالب بيقدر يعبر عن مشاعره وعن نفسه ويدي له ثقة في نفسه إن هو يتكلم عن نفسه وعن أسرته وعن البيئة اللي هو بيعيش فيها لدرجة إن هو في الآخر بيقدر يكتب سيرة ذاتية كاملة عن نفسه يبقى أنا هنا قدرت أوصل بمواطن صالح واسك من نفسه ومن قدراته لديه القدر على التفكير الماقد والتعبير عن نفسه بيعتز بتراثه وبواطنه وبواطنه لديه القدر على التنافس محلياً وعالمياً ويسعى للتعليم والتعلم طول حياته وبكده إحنا نكون وصلنا وحققنا الهدفين اللي تكلمنا عنهم في بداية محاضرتنا اللي هو كيف تدعم نافذة اللغة العربية أهداف المنظومة الجديدة وكيف نتعلم نافذة اللغة العربية من خلال دليل المعلم وبكده نكون انتهينا من محاضرتنا النهاردة إلى اللقاء الجديد في حلق في محاضرة قادمة سلام